السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عادل من بوابت السويس التعليمية ان شاء الله سيتم طرح موقع رياض الأطفال عزبة للمدارس الرسمي العربي بالنسبة لطريقة التسجيل هي نفس طريقة التسجيل المعتادة على موقع بوابت السويس التعليمية وموقع رياض الأطفال نحن ندخل على صفحة الموقع الأساسية اللي هي keyg.idiosios.com بعد ذلك نبدأ نقرأ التعليمات اللي موجودة على البوابة التعليمات دي طبعا مهمة جدا وبعد ذلك ننتهي من قراءة التعليمات بنلاقي في آخر الصفحة تحديد البيان اللي احنا هندخل عليه عشان نسجل مثلا لو هسجل مدارس لغات الرسمية متميزة تضغط على الايكونة الاولانية ديت وانا ديت كنت وضحت لها فيديو قبل كده لكن لو هدوس لو انا محتاج لنا اه اسجل في المدارس الرسم العربي هضغط على الايكونة اللي مكتوب عليها المدارس الرسمية العربي بمجرد الضغط عليها هتبدأ تنقلني للصفحة الخاصة بالتقدم الى مدارس الياد الاطفال الرسمية العربي واركز جدا وانا ما اقدم الا انا بقدم على هذا الرابط واني يكون قدامي مكتوب التقدم الى مدارس الياد الاطفال الرسمية العربي سوف اكتب الرقم القوم المقوم من 14 رقم للطفال فكام السائل الرقم القوم اللي انا كتبناه هذا تاريخ ميلاده 22 2015 اختار السنة اختار الشهر اختار اليوم لو تاريخ مطابق للرقم القومي سيظهر لي كلمة تسجيل الدخول هنضغط على تسجيل الدخول هنبدأ نخش لصفحة البيانات الاساسية وهنا هنركز مع بعض شوية لان فيه تعديلات في الصفحة محتاجين ان احنا نعرفها جديدة عن التقدم للمدارس الرسمية التجريب طبعا بنبدأ نشوف البيانات اللي تم استخلاصها من الموقع ونضع اختار السنة ونضع اسم الطفل ونضع اسم الطفل اكتبه ربعي كما هو موجود في شهارة الميلاد مسحة طبعا يجب ان يكون باللغة العربية من فعش لديك تكتب فيه خروف انجليش نضع اختار السنة اي ان كان مسلم او مسيحي. الجنسية. بنيجي هنا في اسم والد الطفل او والي الامر ودي وضحناها قبل كده ان والد الطفل لو موجود يبقى انا بكتب اسمه زي ما هو. طب والد الطفل متوفي او منفصل عن والدته. بنكتب من يحق لهم الولاية التعليمية في هذه الخانة. بعد كده بنكتب رقم تليفون الوالد او وليه الامر. بنيجي بقى للجزء المهم جدا اللي هو على اساسه هيتم تحديد المدرسة اللي حضرتك هتسكن عليها. ودي راجعة للنطاق الجراف بتاعك والاضارة اللي حضرتك هتختار. فكمثال انا دلوقتي لو انا اخترت ادارة جنوب او شمال او جنين. لما اختار اي ادارة من دول هتبدأ تظهر لي الاحياء والمناطق اللي تبعة للادارة دي. كمثال لو انا اخترت ادارة شمال. هاجي في المناطق السكنية هيفتح لي لستة بكل المناطق السكنية والاحياء الخاصة بادارة شمال. بابدأ اشوف انا ساكن فين. فانهي عنوان من الموجودين قدامي او مسكولين قدامي في القيمة. وابدأ اختاره. وعلى اساسه هتبدأ تظهر لي. الايه المدارس اللي موجودة في النطاق الجرافي اللي احنا اختارنا. مسلا انا ساكن. مسلا هنقول حي الكويت مسلا. وهاجي هنا اكتب عنواني مسلا حي الكويت. هل اقول كمثال. وزيفة وراء الامر معظف ايا كان. وعلي كده اسم الام لازم الكتب برضو رباعي. زي اللي موجود في شهد الميلاد. ورقم تليفونها. وبعد كده وزيفتها. لو لي اخوة في نفس المدرسة اللي حركة متقدم عليها بتدوس على له اخوة في المدرسة. وبنكتب انا مسلا مدرسة مسلا سامر برودي مسلا. تمام. بالنسبة لخانة اختيار رقم الارض والبريد الالكترونه مش اكباري ومش شرط اللي انت تكتبه. بعد انتهي من كتابة البيانات واختيار الادارة والمنطقة اللي انا ساكن فيها. وغربت عنواني. واني بياناتي كلها سليمة. ادوسها على اقرار ولي القبل. باغط عليه. بيبدأ ننقل الصفحة اللي فيها. البيانات بتاعتي او البيانات الاساسية اللي ايه كتبتا. رجعتها وكلها تمام. بخش على كلمة التقدم الى المدارس الرسمية العربي. باجي هنا بلاقي اختيارات المدارس. بضغط عليها. قال لي ان انت عندك هنا في النطاق بتاعك مدرستين. مدرسة اسمها هلال. مدرسة اسمها سامي البرود. طيب. انا مسلا عاوز اقدم في سامي البرود دي. فضغط عليها. وقال له في ضعب. هتلاقي تم اضافاتها فيد. في الجدو. طبعا لا يحق التقدم الا لمدرسة واحدة رسمي عربي فقط على مستوى المحافظة. يعني حضراتك مش هينبقى تقدم في اكتر من مدرسة. وتبقى على حسب النطاق الجغرافي. وده هيبقى مفيد لحضراتك. لان لو حضراتك سجلت في النطاق الجغرافي. مش مقيد في عقد الايجار اللي انت هتقدمه او البطاقة الشخصية المثبت عليها الايجار. عن اضطر اللي احنا نوزعك على مكان تاني يكون فيه فراغات. وغالبا ممكن يكون بعيد عن المدرسة اللي حضرتك اخترتها. وكده انت اللي بتأذي الولد باختيارك عنوان خاطئ. مش في نطاقك الجغرافي. فيرجى ملاحظة ان انت لازم حدك تختار النطاق الجغرافي بتاعك بعناية. وتختار المكان بتاعك اللي انت هتترشح له التفل بتاعك. طيب انا هبطرد دلوقتي اللي انا المدرسة ديت مش عاوزها. هدوس على تعديل المدرسة. لو انا في نفس المكان ومحتاج يعني في نفس المنطقة جغرافية ومش اختار حاجة. بقولك. هاختار مثلا مدرسة هلال ديت. هروح داخل على مدرسة هلال وعمل لها ايه اضافة. طب انا اعاوز اغير بقى المكان الجغرافي كله خالص. ومش اعاوز المنطقة اللي انا اخترتها هيكون. هعمل ايه؟ هرجع تاني للبيانات الاساسية للطفل. هدوس على كلمة البيانات الاساسية للطفل. هتلاقيك. ترجعك على عرض البيانات الاساسية المتقدمة للطفل المتقدم. هاجه على الايكون الحامرة اللي هي عملية تحرير او تعديل البيانات. وضغط عليها. هرجع تاني للجزء الخاص بالمنطقة. للجزء الخاص بالمنطقة. او التوزيع الجغرافي بتاعنا. هاجه اقول له هنا انا اعاوز في الادارة التعليمية مثلا برضو ادارة مثلا هقول له جنوب مثلا. انا سيدي هاوديه عني جدو قاعد في السويس مثلا. لما اخترت ادارة الجنوب. اظهر لي برضو اسامي الشوارع والاحياء اللي موجودة في ادارة جنوب. طيب انا ساكن مثلا في الغريب. او جدو مثلا ساكن في الغريب. خلاص كده. اخترتها. هنروح راجعتاني عامل ايه. حفز. او تحديث للبيانات. ضغط عليه. وارجعتاني يتأكد ان هو. المنطقة اسمه ايه. الغريب اللي انا اخترته. او شي تاني على التقدم. هلقيت رقائح ازافلي المدرسة اللي انا كنت اخترته. هرجعتاني اختار ايه. المدارس. هلاقي عندي ان مترشحلي في الغريب. مثلا صلاح الدين والشهيد عبد المنان. اصمه. هبدأ اختار. المدرسة القريبة السكني. وادفها تاني فين. للجدول. كده انا انتهيت من. اختيار. النطقة الجغرافي واختيار المدرسة. كده اصبح. بامكانك بعد ما اختارت المدرسة. وان انت ضفتها للجدول وظهرت في هذا المنظر. ان انت تقدر تعمل تباعة. لبيانات الطفل اللي حركة. مهمة التباعة. المدرسة. او الجزء اللي نتحدث فيه. في الطباعة. هو. حفز حقك. في ان انت سجلت على الموقع. وان انت خدت مني رقم استمارة. فيها البيانات. فلو هلاقي معرفة تتبع من الموبايل. او من جهاز الكمبيوتر اللي عندك في البيت. اذا كان في اي مشكلة في المتصفح. فهيريت تتوجه لأي متخصص. في هذا المجال. يعمل لك طباعة لصفحة البيانات. فيها اولا امور كتير بيكلموني. ان هما مش عارفين يطبعوا. البيانات بتاع الطفل من على الموبايل. او من على الكمبيوتر الشخصي. بتاعهم في البيت. ممكن يكون جميعا. فيه مشكلة عندك في السيستم او النظام. الموقع بيتطلب اعدادات معينة. عشان تعرف تتبع منه. فدي محتاجة برضو متخصص او فني. هيقدر يساعدك فيها. عشان يظهر لك خيارات الطباعة على الجهاز. طبعا انا بادوس على كلمة طباعة. بيظهر لي. دي ما انت شايفين كده. الاستمارة بتاعت الطباعة. ووضحت ابل كده اللي انا. لو انا ما عنديش جهاز طبعا في البيت. بختار. بختار من. او مكان الطباعة. المكان اللي انا. هطبع عليه. فمثلا انا ما عنديش طبعا فهروح اقول له اقول له ايه. سيف اس بي دي اف. طبعا وبدوس على كلمة سيف. وبشوف اللوكيشن اللي موجود عندي. مثلا على الجهاز. وببدأ اطبعه عليه. وبحفظ عليه. وكده انا انتهيت من موضوع. حفظ الاستمارة على الديسكتوب عندي. اتمنى ان يكون الشرح وافي. ولو في اي السبصار خاص. بالبرنامج. او قبلتك اي مشكلة فنية. اثناء التسجيل. انا رقم الموجودة على الصفحة. الاساسية. عليك تفضل واتصل بي. لو في اي مشكلة وجهتك. ويرجى ان يكون السؤال بخصوص اي مشكلة فنية. تقابلك في المرة. ولكم جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.